بدأت اليوم عملية التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية بالخارج التي يتم إجراؤها للمرة الأولى منذ مئة عام بين كل من المرشح وهو الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان والمرشح الآخر منافس إردوغان الأبرز كيليتشدار وهو يمثل تحالف المعارضة وقد طالب الرئيس التركي ناخب الخارج بالتوجه للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية قائلا أرجو من مواطنين المقيمين بالخارج ممارسة حقهم الديمقراطي أنتظروا منكم إظهار إرادتكم إظهارا قويا للمرة الثانية أنا على ثقة بأننا وإردوغان يتحدث عن نفسه سنتجاوز هذا الاختبار أيضا يخوض إردوغان جولة الإعادة أمام خصمه كمال كيليتشدار أغلو الذي حل في المركز الثاني الآن ننتقل إلى زميلنا الكريم عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية في أنقرة عمر لا أوحش الله منك والله اشتقنا إليك قل لي ما هي مؤشرات إدلاء الأتراك في الخارج بأصواتهم إردوغانيون أم كيليتشداريون يا عمر نعم محمد بعد التحية عموما بشكل عام الأتراك في الخارج حقيقة يميلون إلى الرئيس رجل طيب أردوغان أكثر من كمال كيليتشدار أغلو هذا ما أوضحته النتائج في الرابع عشر من مايو الرئيس أردوغان كان قد حصل على 57% من الأصوات في الخارج أما كيليتشدار أغلو قد حصل 39% من الأصوات ولكن 57% التي حصل عليها أردوغان تعتبر معدل متدني قياساً في عام 2018 في عام 2018 كان قد حصل على قرابة 60% من الأصوات اليوم طبعا هناك تصلنا الأنباء من الخارج بأن الأتراك مقدمون على التصويت وهذه إحدى التحديات الكبيرة بالنسبة للمرشحين كمال كيليتشداريولو والرئيس أردوغان طبعا بعض البلدان الأتراك فيها يصوتون بكثافة للرئيس أردوغان وأخرى يصوتون لكمال كيليتشداريولو على سبيل المثال في الدول الأوروبية عموما وألمانيا خصوصا الرئيس أردوغان يحصد الأغلبية من الأصوات بينما في الولايات المتحدة الأمريكية كندا وكذلك بريطانيا صوتت لكمال كيليتشداريولو بنسب مرتفعة وصلت إلى 70% تقريبا لمرشح المعارضة كيليتشداريولو هؤلاء الذين يصوتون لأردوغان هل هم بالضرورة يميلون إلى تيار الإسلام السياسي يا عمر أم ليس بالضرورة؟ بالطبع هناك بعضهم شريحة منهم تصوت بسبب الإديولوجيا التي يتبعون إليها جزء آخر منهم يقولون بأنهم يرون نجاحات التي يحققها أردوغان وبالتالي هم يصوتون إليه والجزء الكبير كذلك وهو موجود ولكن غير متداول حقيقة وهو جزء يراعي مصلحته الشخصية في هذا الموضوع فالأتراك الذين يعيشون في الخارج يأتون كل سنة إلى تركيا للتصيف يعني لقضاء العطلة وتكون تركيا رخيصة جدا بالنسبة لهم وبالتالي هم يريدون استمرار هذا الوضع أي استمرار الوضع الاقتصادي الموجود حاليا وهناك شريحة يعني يا عمر الناس يصوتون لجيوبهم في كل انتخابات كما يقال يعني بكل تأكيد يعني هناك شريحة لا يمكن إخفاؤها تراعي مصلحتها الشخصية حقيقة في موضوع التصويت كذلك وبالتالي يعني الأصوات بمعظمها تذهب للرئيس أردوغان إن اختلفت الأسباب ولكن النتيجة واحدة الزميل الكريم عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية في أنقرة نعول عليك صديقي كي تنقل لنا نبضة هذه الانتخابات التي كما قرأنا قبل قليل هي المرة الأولى منذ مائة سنة انتخابات إعادة في تركيا مدهش للغاية شكرا جزيلا لعمر أحمد